مهندس نجيب سويرس الصحف في مصر الآن تمتلئ بروايات شتى واسيناريوهات شتى بشأن مستقبل مبارك وعائلته هناك من يدعو للعفو عن مبارك على أساس أنه سيتنازل وسيعتذر للشعب وهو تسربت أنبعا أنه يريد أن يفعل ذلك وهناك من يقول العدالة قبل العفو أنت هل تؤيد العفو عن مبارك وعائلته أم تؤيد إحقاق الحق والعدالة أنا شخصيا مع الرحمة مقدرش أنكر أني عندي نوع من الإحساس أن ما حدث فيه حدث أكثر من كفاية أعتقل وتحت الحبس أولاده الاثنين يتسجنه ويجيب زوجته إلى جاز الكسبغ المشروع من داخلي كده ليس أشوف نهاية هذا الموال بأي طريقة يكون فيها تسامح ويكون فيها رحمة الشعب المصري أنه يباني أنه هو فوق الانتقام وفوق الروح إذا تؤيد العفو عن مؤسس لا تستخدم مني كده بوضوح بالضبط أنا أرى أن لابد الأول من أن يعترف بالأخطاء لابد الأول من أن يتنازل عن كافة الصروة التي يملك هو وأولاده وزوجته لأنها واضح تماما أنها لم تأتي عن طريق شرعي وبالتالي سأرى في النهاية أنه يستحسن أن يحصل استفتاء على هذا حتى أتكلم على الشعب المصري لكن أنت ماذا تؤيد؟ لكن أنا شخصيا أفضل أن أرى نهاية لهذا الموال بالعفو عنه يا عم خلاص ماشي أصدقان في الموقف ده للأسف هو موقف مش شعبي أنا أهاجم على هذا الموقف لكن أنا أقول أنا رجل طيب قلبي أبيض ومع الرحمة لأكثر لأن الرجل هذا كان رئيسنا 30 سنة أصاب ولم يكن عهده كله خراب وكله أخطاء الموقف يصور دلوقتي أن كل ما عمله كان فسادا وخاربا ليس صحيح وانس نجيب سويرس شكرا جزيلا لك في ختم هذه الحلقة من برنامج لقاء سلات وسلاتي نشكركم أيضا على حسن المتابعة